طيب الآن النوع الثالث أو الجزء الثالث من الأي آي كمان هو محاكة لتفكير الإنسان أو طريقة تفكير الإنسان أو شيء بيولوجي إنه إحنا ما منفكر بالأشياء كريسب زي ما منفكر بالطريقة التقليدية فمثلا إحنا في الكريسب لوجيك منقول فرضا إق tail if a is more than material 150 then switch A controller مثلا off عم نقول إن A less than then Switch يعني لو عندي هيت كونترولر ها تيمبريتشار كونترولر بوساطة هاي الطريقة التخليدية هذا كريسب لوجيك يعني خلص في مكان معين بيصير في انتقال فيه هذا طبعا مشكلته الأساسية أنه أنا عمالي بعتبر أنه فيه اختلاف هائل جدا أو فيه اختلاف كبير جدا بين 149.99 وبين 150.1 نزبوط عملنا شيء مختلف تماما وهي مش طريقة تفكير للإنسان الإنسان ما بفكر بهاي الطريقة الإنسان بفكر بطريقة مختلفة إذن هذا منسميه كريسب لوجيك وكريسب لوجيك منقول إحنا إذا إشي مثلا يا إما شيء بنتمي يا إما ما بنتمي لمجموعة معينة فلو عندي مثلا لو إجينا قلنا عندي الست لو عندي ست إيه خدتوا الست مجموعة مجموعة فيها العناصر واحد واثنين وثلاثة واربعة وستة مثلا أنا باجي بقول إكس بتساوي اتنيا إذن إيش منقول إكس تنتمي يا إيه مظبوط مش هيك الست لهذا ما فيش بقدرش أقول وبعدين كمان لو إجيه أقول لتنظر إكس بتساوي خمسة خلي هاي إكس وان وهادي إكس تو هاي إكس وان إذن إكس تو لا تنتمي يا إيه مش هيك ما فيش in between there's nothing in between ما بادرقول إنه إكس وان خلص إكس وان يا بتنتمي يا ما بتنتمي لأيه يا إكس تو يا بتنتمي يا ما بتنتمي لأيه فعيدي هون طبعا في البوليان في البوليان لوجيك عندي عندي يعاب أكون true يعاب أكون false 1 أو 0 مش هيك هذا الكريسب لوجيك اللي إحنا نتعود إلى هناك من 1965 في عالم اسمه لطفي زادة عظيم زادة بتنكتر في بيركلين نختار استعمال الفوزي logic والفوزي 6 هون بدل نحكي بطريقة مختلفة اللي راح نصير نستعمل بدل ما نستعمل crisp numbers هون نستعمل أرقام crisp numbers راح نستعمل فوزي و linguistic variables و linguistic variables و linguistic variables it takes on linguistic variables فممكن أجي أحكي مثلا لو جينا اطلعنا على سرعة السيارة ال speed هون هي linguistic variables ال speed أصلا فيه لها اشي بنسميه universe of discourse خلينا نفترض انه speed ranges من zero ل 220 كيلومتر هذا منسميه universe of discourse ال universe of discourse هو المجال الكلي اللي ممكن هذا ال variable ياخد فيه ال variables تابعته x مثلا تكون من صفر ل 220 هلا منعرف speed as a linguistic variable linguistic يعني اشي لغوي وبعدين منعرف له linguistic variables فمنقول مثلا very slow 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 medium fast و very fast فعادنا تعريف ال variable هلا ما رح احكي عن ال variable رح اصير اعرف ال variable او احكي عنه هذا linguistic variable رح احكي اعطيه linguistic values و رح احكي انه هو ممكن يكون very slow slow medium fast و very fast أوكي هاي بداية كبداية من هون هلا هذا ممكن يكون ممكن اعرفه ك ممكن اعرفه crisp كمان ممكن اجي اقول عن هدول crisp values بس احنا رح نعرفه بفضل خلينا اول شي لو عرفنا crisp فلو يجينا هون قلنا هاي عندي ال range هاي ال universe of discourse x و ال universe of discourse x بتراوح من صفر كبداية من صفر لميتين وعشرين كيلوميتر سبراية من صفر هادي ال universe of discourse وبعدين هون فيه لو رح يكون ممبرشيب أو فلو بدي عرفوا هذا ككريسب خلال نستخدم لون مختلف شو بنعتبر ميديم سبيد؟ خلينا نعتبر مثلا ميديم سبيد حوالين المية فلو جيت قلت باري سلو سمي هذا هون باري سلو سلو ميديم فاست فاست رح نيجي نقول مثلا هاي خليني أعرفها انها خمسين او اكتير خمسين خلينا نعرفها اربعين وهاي نعرفها ثمانين هاي مية وعشرين وهاي مية وستين والان اول اشي رح عرفهم ككريسب رح حط ستس والست في ستس ها غري سلو رح عرفها من هاي النقطة لهاي النقطة ها بعدين رح عرف السلو كمان ككريسب فونكشن بعدين رح عرف الميديم رح عرف ها انا مضطر استخدم عيد استخدام نفس اللون بس منهمش علاقة ببعض ها رح عيد استخدام الأزرق ها 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 هلا انا عرفتهم الان هدول ككريسب يعني الميمبرشيب يا بيكون زيرو يا ون فمثلا لو جيت قلت السرع عندي عشرين عشرين كيلومتر بالساعة احنا ميمبرس بأي فونكشن بأي ستس هل عندنا ميمبرشيب في الثانيين الكريسب أصلا ما بسمح يكون عندي ميمبرشيب فانا سرعتي الآن لما بكون عشرين ايش الميمبرشيب تبعتي واحد هاد رح تكون واحد هون هادي زيرو فالميمبرشيب تبعتي واحد من اي ست في اس اذا اكس اللي هو الفيريبل تبع السبيد لما يكون عشرين رح يكون ميمبر فول ميمبر اف واحد وما يلوش ميمبرشيب بالتانية لو جيت قلت مثلا السرع عندي مية فانا ميمبر اف ام والميمبرشيب في ام الميديم في الميمبرشيب في الام ست واحد وزيرو في كل الستس التانية هون لسانا عم نشتغل في الكريسب الى شو رح نيجي نعمل رح نعيد تعريف هادي كلها بطريقة مختلفة رح نيجي نقول احنا الناس ما منفكر بالطريقة هاي ما منحكي بالطريقة هاي اذا يمكن يكون مناسب اكتر اني احولها بالشكل التالي البوردرز هون رح تصير فازي عارفين ايش يعني بوردر فازي مش واضح بالزبط فلو عيجي انا هون منطقة وعرفت هاي المنطقة مثلا هوت وبعدين المنطقة هون عرفتها كولت هاي المنطقة ممكن احط عليها يعني هاي بتكون غامقة جدا تماما وهاي اوكي فيه فازنة صار ما بين الست هدا هوت وهذا كولت وفيه هون منطقة انبتوين فازي اه فازي ايش يعني زي كان هايكها رمادية جاي والرمادية عمالة بختلف شوي شوي بتغير من هون لهون نشوف كيف رح نعيد تعريف المنبرشيب هلا هون رح نيجي نقول فيه منطقة معينة رح يكون في عندي ما بين الـ الـ ورح نعرفها بالشكل التالي رح يجي نقول هاي سلو وهي الـ ورح يجي نعمل نفس الشيء بين الـ و الـ فرح تصير هاي البوردر هون فازي رح يصير فازي بالشكل التالي رح أنزل هذا الأخضر من هون عند هاي النقطة خلي نقول هاي النقطة ستين عشان سهل على حالنا رح تسمي هاي النقطة هون هاي رح تضلها كان عندي أنا أربعين هون وعندي هون تمانين خلي هاي تكون عشرين فهاي خلي هاي النقطة وخلي هاي النقطة تكون تقريباً عشرين أنا مش راسي الميونين تقريباً خليها عشرين ونفس الشي رح أعمل الان هون رح أجي أنزل هادي هين وهاي رح تكون عندنا مية رح نعمل نفس الشيء الان هون رح ينزل عندي هذا بهذا الشكل وهاد رح ينزل هنا لازم أسحبها أكثر بشيء حنو عنا تمانين مية مية وعشرين خليها هيك مش مشكلة هلا مش وبعدين عندي هون آخر واحد هاي أبعرف اظن هون غلطناadas وبعدين لازم أسحبهم شوي لورا خلينا أسحبهم مدعول لورا انحظة ما يا تايرين المخشم لا أنا متضر أخذيها هيك عشان تنظر تسحكم هاي هلا هيك صار عندي نغطى كله هلا ممكن فيه تعديلات بسيطة أنا منضبطها بعديه بس هاي الفكرة هلا هون نبطلع إذا عندي كانت هون أقل من 20 كانت 10 صار إيش الممبرشيب تبعتها بس ها ممبر اوف فري سلو مرهاش ممبرشيب في التاني لكن الآن صار في عندي منطقة فزي المنطقة الفزي هاي من 20 ل 60 إذا كانت السرعة 40 قديش الممبرشيب في فري سلو نص والممبرشيب في السلو نص لو مشينا كمان لهون هلأ وصلنا عند النقطة هاي لما بوصل عند النقطة هاي ستين ستين أفول ممبر اوف اللي هو الأحمر إيش كان عندنا سلو هده سلو هده سلو هاده ممprises هاده مميديم هاده فاست هاته هون فري فاست إذا إذا نحط خطين هون هاي المنطقة صارت منطقة فزي عندي المنطقة هاي هون كلها فزي لأنه هون أنا ممبر أوف سلو وميديم سلو وميديم هلا هون في خطأ أنا بالرسم كان لازم هدول ما بصير شي يكون واحد 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 لازم يكون هون قيم أقل من واحد بس لما نمشي هون مثلا صار عندي هاي ممبر أوف ميديم وسلو بعدين عند المنطقة هاي رح يصير ممبر أوف أف وممبر أوف أف ونفسه إيش رح أكمل عند النقطة هاي عند النقطة هاي رح يصير عندي مثلا مية وستين رح يصير نصف ممبر أوف فاست ونصف ممبر أوف فصار عندي الممبر شي هون صار عندنا الـ variable الـ linguistic variable ممكن يكون ممبر بـ degrees of verbal shape رح يصير عندي هلأ الـ variable speed الـ linguistic variable speed الـ linguistic variable speed below degrees of membership فمثلا هون إذا كان عندي الـ variable x هلأ ناخد الـ variable x ونصف هون مثلا عند مية وعشرة عند مية وعشرة إلو ممبر شيب نصف بـ m مية وعشرة فاست وفاست مية وعشرة ميديم وفاست هاي طريقة مختلفة تماما في الشغل يعني أخذنا الـ variable الـ variable كاني كريسب في البداية مزبوط مية وعشرة كريسب إلو فاليو محدد حولنا هذا الـ variable لفزي عملناه فزي فإيش قلنا قلنا هذا الـ variable فيه إلو ممبر شيب نص وقدارها نص من ميديم ونص من فاست هلأ لما منيجي منطبق هلأ رح بعدين رح تشوفوا فيه عنا رولز معينة الرولز ما رح تكون زي هادي الرولز من هون الرولز رح نصير نقول إذا كانت الـ speed very fast أو إذا كانت الـ speed fast نعمل firing لرول معينة وإذا كانت الـ speed medium نعمل firing لرول تانية بس هذا الـ variable إيش عضويته؟ عضويته نص في الـ median ونص بالـ fast فرح يصير في عندي firing half في الرولز اللي لها علاقة بالـ median ورح يصير في عندي firing half في الرولز اللي لها علاقة بالـ fast ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر